اشتركوا في القناة نعم جاء ذلك خلال استقبال صاحب أنياف الكاردينال بيترو برالين وزير خارجية دولة حاضرة الفاتيكان اليوم سعدت الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة في مقر الباباوية وخلال الاجتماع أشد سعدته بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الفاتيكان في إطار الرسالة الإنسانية للبلدين من أجل نشر الخير والسلام والمحبة في أرجاء العالم منوها بزيارة التاريخية السامية لجلالة عاهل البلاد المعظم إلى حاضرة الفاتيكان ولقاء جلالته مع قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية والتي عكست الرؤية الملكية المستريرة للدور الريادي لمملكة البحرين في بناء جسور الحوار والتقارب بين الأديان والثقافات المختلفة وكذلك زيارة قداسته للمملكة ومشاركته في حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني واستعرض رئيس مجلس الأملاء المبادرات الملكية الرائدة لتعزيز ثقافة التعايش وإرساء الأخوة الإنسانية بما يواكب إعلان مملكة البحرين وما تتمتع به المملكة من إرث حضاري ورؤية وسطية معتدلة مشيرا إلى إبداء الكرسي الرسولي الرغبة في التعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في كل ما من شأنه تعزيز القيم الحضارية من جانبه أعرب وزير خارجية دولة حاضرة الفاتيكان عن تقديره وامتنانه لجلالة عهل البلاد المعظم على مبادرات جلالته الإنسانية النبيلة لصالح خيري شعوب العالم كافة وعلى الرعاية السامية للمؤتمرات العالمية الهدفة إلى تعزيز الحوار والاحترام المتبادل والحرية الدينية ترجمة نانسي قنقر